اهلا بكم انا في رأيي ان الراجل محاصر يا جماعة انا في رأيي ان الراجل في زماننا دوت يعني باللغة البسيطة خالص الله يكون فيه هنا لانه العوامل التي تؤدي الى احداث مشكلة في القدرة الجنسية لانه دلوقتي كلمة ضعف جنسي كلمة بتختفي شوية من الطب دلوقتي هي بيسموها عدم القدرة الجيدة على الاداء لانتصاب المناسب ده المعنى العلمي محاصر باكتر من عامل ما بين عوامل في الكوليسترول وضغط الدم والسكر دي تقدر تقول كده هجوم من اشياء احنا ما نقدرش نتفادها في معظم الاحيان ضغط ممكن تتفادها لو انت رياضي قوي سلم قوي لكن في الوزن الزايد وفي العوامل الجينية السكر والضغط لكن في عوامل تانية توتر الاختئاب المخدرات والتدخين دي عوامل انت بتجيبها لنفسك فالانسان او الراجل الزمن ده زي ما نقول لكم محاصر حصار عنيف من حاجات من الامراض التي تؤثر على القدرة الجنسية وايضا محاصر بسبب انه ممكن يدخل في ضيلمة خطيرة جدا اسمها انه يلي اكتئاب بسبب الضعف الجنسي فالاكتئاب يزود الضعف الجنسي ياخد ادوية اكتئاب فيتأثر على القدرة الجنسية حاجة مخيفة للغاية يبدأ راجل مرحلة العلاج اللي هنتكلم عليها بالتفصيل للنهاردة لكن قد يكون العلاجات الدوائية او الحقنية مش جيدة مش مفيدة فنصل الى مرحلة معينة يبدأ تساؤلات كتيرة الدور حولها ومرحلة انه يركب دعامة هل الدعامة هي الطريق الاول لا ده الطريق الاخير الطريق الاخير للمين طب تصلح لمين طب ما تصلحش لمين طب الدعامة ليها مضاعفات مين اللي يركبها مين اللي يتعامل معها طب اللي حالات فشلت في الدعامة واحد يركب دعامة وطلع مش بيقول لا انا ما اتبسطش لانه لكيب عنده غير متخصص ولا ما كانش يصلح له ولا تركبت بشكل غلط ولا كان نوع انه الدعامة نفسها مش جيد سئلة كتيرة قوي في المنطقة دي خلي بالكم اللي بدأت الكلام بان الرجل محاصر وده هيكون اول سؤال غالبا في حواري مع ضيفي العزيز ضيفي العزيز اسمه متميز في عالم التعامل مع هذه الموضوع المشكلة الطبية الكبيرة علم الزكور اسم علمي متميز للغاية هيسعدني بحوار اكاديمي على مستوى راقي طبعا هو الاستاذ الدكتور احمد عادل مدرس امراض الزكورة بكل الطب جماعة القاهرة اصر العيني واستشاري عقم الرجال والضعف الجنسي وزميل جماعية الاوروبية للصحة الجنسية اتنبيك الدكتور احمد اهلا دكتور عيني منورني عايز ابدأ الاول بكلمة الضعف الجنسي هل اصبحت كلمة مندسر يعني دلوقتي الامبوتنس اختفى وحطينا مدالها في الكتب كلمة اريكتايل ديسفانكشن ولا لسه موجودة لا هو طبعا فكرة ايمبوتن دي بطلنا نستخدمها خلاص الكلام كله على اريكتايل ديسفانكشن وهو مرض الحقيقة دلوقتي بقى زي ما حتى كده قلت نتيجة الضغوط العالية نتيجة الامراض المنتشرة بقى مرض شائع لكن دايما زي ما نؤكد انه هو شائع هو كمان له حل عشان كده دايما لما بيجيلي مريض ويقول لي يعني انا كده يا دكتور مانيش حل خلاص يبقى انا كده خلاص كده انسى الموضوع ده بنقول لا دايما انه لا العلم تقدم جدا بقى عندنا وسائل كتيرة ممكن تحل المشكلة فعشان كده دلوقتي يبقى مصطلحة ضعف الجنس على قد ما هو منتشر على قد ما دايما بنقول انه ليه حل مريض هيجيلك عملنا له الأشياء عنده حالة مرضية هتبدأ تختار او ترسم قدامه الهاربة العلاجية او الاساليب العلاجية دايما المريض بيطلع في كتير من الأحوال يقول لك نتاية مش عارفة تعاليك ازاي هل لانه الدكتور ما شرحلوش ولا هل لانه مراحش المتخصص الحقيقة الاولانية احب انه مراحش المتخصص مشكلتنا برضو في المجال بتاعنا يا دكتور ايمن انه اللي بيتكلمه فيه كتير ومش دايما بيكون عن تخصص المريض مش هيطلع تايه لو انا شخصته صح وابضحت له درجة الضعف اللي موجودة عنده شرحت له فرصه في كل طريقة من طرق العلاج هيبقى واخد قراره على بينا وهبقى موضح له كل الأمور بدرجة تايه لنفس النقطة التشخيص هو الأهم انا بعديه هقدر اقول للمريض احنا دايما بنتكلم نحنا عندنا اتطلق طرق لعلاج الضعف الجنسي لعلاجات الدوائية وهي مش بس ان المريض ياخد منشط جنسي لانه دي مفهوم خاطئ لعلاج الدوائي ده علاج دوائي كامل مكمل لبعضه يشمل أدوية لزيادة ضق الدم يشمل ممكن علاجات هرمونية الحاجة التانية الحقن الموضعي من طريقة القديمة الجديدة واخيرا التدخلات الجراحية اللي هي زرع الدعمات الحكاية بتعتمد هو احنا واصلين فين في درجة الضعف بمعنى لو انا قدام قصور بسيط في ضق الدم ده ممكن علاجه بالعلاج الدوائي لكن في بعض الأحيان بيبقى الوضع متقدم شوية او متأخ خنيئة شوية فده بيستلزم إجراءات اكثر تدخلية قد نصل فيها لمرحلة الدعمات طيب هنروح للدعمات بس انت قلت جملة اثارت فضولي جدا الحقن القديم الجديد صح؟ والأدوية اللي مش بالشرط بس يكون محفزات لتوسيع اللي هو انتفوسشو دي ضيات سريس احكي لي بقى بسرعة قبل بروح للدعمات احنا حاليا يا دكتور ايمان يعني كنا لسه عندنا مؤتمر جمعية الأوروبية للصحة الجنسية والوقت اللي احنا فيه ده بيسموه The era of the poor responders او عصر الاستجابة الضعيفة على المنشطات الجنسية احنا عندنا ازمة كبيرة حصلت من ظهور هذه المنشطات ان تم استغلالها بشكل سائق للغاية لدرجة انها بتتاخذ من صديق لصديقه او صيدلي لواحد معدي بدون الرجوع المتخصص فبنشوف كل يوم في عياداتنا الناس بتاخد الحباية بقالها سنين وفجأة ابتدى التأثير بتاعها يقل قد تصل ودي مش مبلغة ان مريض بياخد في المرة اربع حبات ومش جايب بنتيجة وابتدى يفكر انه دلوقتي ممكن يزور الدكتور فده ادى لإيه محدش بقى بيستجيب على الحباية بنسبة كبيرة era of the poor responders فرجعتنا لوسيلة كنا بنلجأ لها قبل زور هذه الأدوية اللي هي الحق من الموضوع لشى كده هو القديم الجديد هو كان موجود من أول السبعينات مع نهاية التسعينات بظهور الفوسفودائس ريزين هيبتر استراجع لكن حاليا نتيجة ال poor response على الأدوية دي الاستجابة الضعيفة عليها رجعنا له تاني والنقطة المهمة فيه بعد إذن حضرتك لانه برضو ناس بتوسيق فهم النقطة هو مش معناه ان كل ناس بتستجيب عليه حسب درجة الضعف امتى العيال يعمل دعامة؟ يعمل دعامة لو درجة القصور الموجودة لا تستجيب على علاجات دوائية أو حتى حقن موضعي وفيه نقطة انه في بعض الناس بيتيجي تقول لنا طب بص يا دكتور لان الحقن الموضعي مش كل الناس بتحب الفكرة فكرة الحقن عند اللزوم فلو الاستجابة على علاج الدوائي كانت ضعيفة والحقن الموضعي جاب استجابة ضعيفة أو مرفوض كوسيلة علاج يبقى ساعتها لازم هلجأ للدعامة اللي يحدد ده المريض والدكتور حسب درجة القصور مش مجرد رغبة مريض انا بيجي لي كل يوم ناس ولي انا عايز اركب دعامة يا دكتور لا انا طبيب مش فني فانا بركبها لك لو انت طبيا تحتاجها انا عايز ااكد على النقطة دي بس انت قلت نقطة علمية حلوة وارك ما شاء الله يعني ممتع بالنسبة لي علميا جدا حتى اللي انت قلتها الدعامة اذا ليست بعد تجربة دوائية يعني ايه يعني مش مديلوا الدواء فما يستجبش فلجأ للدعامة ده من الاول ممكن احدد انه ما ينفعلوش دي نقطة في غاية الهمية في بعض المرضى بيجي يقولي بس يا دكتور احمد انت قلت ان احنا ممكن نجرب دواء الاول بقوله انا كامانة مني لازم اقول لحضرتك ان حالتك دي مش هينفع معها دواء وان اخداني الدواء فيها تضيع للوقت واهضار لوقت ولفلوس حالتك تستوجب تدخل جراحي مباشر اللي بيحددها مش انا ولا حضرتك اللي بيحددها طبيعة حالتك اللي مبنية على فحصات اللي احنا اتفقنا انها يجب ان يقوم بيها متخصص من اكتر العمليات اللي حواليها جدل وحواليها اسئلة كتيرة فالعندي كما اسئلة كتيرة جدا السؤال الاول يعتقد البعض انه بعد الدعامة يذهب الاحساس الرجل يتحول الى انسان ايلي وده تخوف كبير جدا عند الرجل وربما عند الست كمان دي حقيقة دي حقيقة حقيقة انه الموضوع ده عادي تماما عن الصح دايما بقولها المريضة عندي الدعامة فقط هي بتحل الجزء الخاص بالانتصاب اما الاحساس الشهوة القصف التبول يعني بيجي لي مريض يقول لي يا دكتور رحمد هنا لو كيبت دعامة هين فعخلف اه طبعا هين فعتخلف يا فانه لانه ملهاش اي دعوة بالمجرى المنوي ملهاش اي دعوة بالخصية ملهاش دعوة باحساسك بموتعتك بالنشوة سواء لك او لمراتك تماما هيبيل عن الموضوع السؤال التاني خاص بالمرأة يعني برضو يعتقد المرأة وتعتقد المرأة انها هتكون بعيدة كل البعد عن المتعة انا دايما بقولها برضو المريض حضرتك بعد زرع الدعمات انت بالنسبة للزوجة بتمارس الجنس زي ما طول عمرك بتمارسه مفيش اي اختلاف بيترق هي هتحس بيه او هيخليها تشعر بعدم ارتياح في ناس بتتخوف من الدعمات كفكرة علمية خصوة المتبحرين في العلم يقولك ده جسم غريب هتحط جوه جسمي فانا خاف من الانفكشن من العدوى وده ده ده فكر علمي الحقيقة ان النقطة دي مصار جدل كبير والحقيقة ان الناس عندها حق فيها شوية لانه دايما وريب يقولي طب والجسم ما يتقبله يا دكتور ولا لا ودايما بيؤكد انه والجسم ما يتقبله طالما ان العملية اتعملت في ظل ظروف مهيئة اهمها مثلا يعني انا وحضرتك اكيد سمعنا كتير عن مرض عمل وعملية دي ممكن يكون حصل لهم مشاكل اغلب هذين مشاكل بيتيجي نتيجة يا اما ان المريض داخل مش متحضر كويس واشهر حاجة يا فندم السكر اكبر غلطة بتتعمل ان دكتور يدخل مريض يعمل العملية على سكر مرتفع انت بتزاود الريسك او انفكشن او حدوث الالتهابات بنسبة مرعبة قد تحتاج في بعض الاحين لازالة هذه دعانة حاجة تانية المهمة ودي بنؤكد عليها بشكل كبير قوي مكان العملية العملية دي انا بسميها دايما العملية اللي بالشكة والسكينة يعني على قد ما هي سهلة وبسيطة متاخدش وقت لكن يجب تتعمل بحرص شديد اهمه التعقيم اللي موجود في المكان ده التعقيم هو بيلعب دور كبير في ان الموضوع يعدي بسلام وبخير من غير اي مشاكل مشكلتنا برضو في بعض الناس حصل لها مشاكل انت عملت في اماكن غير مجهزة عمليات ده انا اللي قلت في الاول لكن مش معقمة مش معقمة كويس وعشان كده دايما بنسترس على موضوع التعقيم ده في غاية الهمية تلوارتنا واسعتنا بحوارك العلم دايما الاكاديميين لهم اسلوب متميزوا هذا والحوار الذي يفضلوا دايما مع ضيف العزيز الست دكتور احمد عاد المدرس امراض الزكورة بكل الطب بأسرعين جماعة القاهرة استشاري عقم الرجال والضعف الجنسي وزميل الجماعية الاوروبية للصحة الجنسية كان ضيف فيه الدكتور خليكم دايما مع الدكتور شكرا